السلام عليكم معكم طيب سعيداني مسوق عقاري وصانع محتوى عقاري نساعد الوسطاء العقاريين واصحاب الوكالات العقارية في زيادة المبيعات وتحقيق الصفقات العقارية حاب نذكركم برك بانه كان دورة دعا وسط العقاري اللي هي تحت عنوان اسرار النجاح في الوسطة العقارية دالي الشام الممتدئين لتحقيق اول صفقات ناجحة تقدروا تشوفوا التفاصيل في اسفل هذا الفيديو هذه رح تخليك تديها صفقات عقارية لانها من تجربة اكثر من عشر سنوات في مجال الوسطة العقارية والدورة تعليم هي دورة الكاتب العمومي لانه درنا هذا الدورة لانها تناسب نشاط الوكالة العقارية تقدر تزيدها كنشاط اضافي مع نشاط الوكالة العقارية والفيديو انتعليم هو الخدمات اللي تقدمها مؤسسة اهمال سكريتاريا وكذلك الكاتب العمومي كذلك في هذا الدورة دورة الوسطة العقارية دورة مدفوعة يعني فيها نماذج وفيها كل ما تحتاج وتقدروا تشوفوا اللي هنا من خلال كتب وتسجيلات مهمة لتحقيق اول صفقة عقارية باذن الله مع متابعة عبر قناة التليجرام يعني متابعة اي سؤال نقدروا نجاوبوك عليه في خلال قناة التليجرام المدفوعة اللي رح تكون بسعر ديوم تخفيض تقدروا تشوفوا المعلومات جميع المعلومات اسفل هذا الفيديو اذا نكملوا مع الفيديو نتعنا المرة السابقة تكلمنا على كاتب العمومي ومؤسسة عمل سكريتاريا والفرق بينتهم لكن ما تكلمتش على ناشاط رمز الكاتب العمومي الرمز على الكاتب العمومي كما نشوفه هنا هو ستين تسعين سفر ربعة يعني لما تحصل انت على الاعتماد من الولاية رح لازم تدير سجل تجاري السجل تجاري هو رمز داعه هو ستين تسعين سفر ربعة هلح نشوفه اولا وشنهما الخدمات في مضمون النشاط هي ملء الاستمارات المتعلقة باستخراج الوثائق الايدارية مثل كما لشاك ولا اي استمارة كذلك طلبات التأشيرة يعني كانوا من قبل يحروا الطلبات تقريبا عبر البارد لكن حاليا كل شيء راهو الكتروني كذلك تحضر وتنفيذ ارساليات الباردية واستنساخ الوثائق الى اخير يعني هذي كان مضمون لكن تبعوا الفيديو لأنه فيه نشاطات اخرى كذلك هنا في النشاط مؤسس اعمال السكريتاريا لما نضغط كذلك على الرمز رح نشوفه هي كل اعمال السكريتاريا سنساخ الوثائق وكل اعمال الترجمة غير الاعمال التي ينجزها المترجمون الرسميون وتحضير وتنفيذ الارسالات الباردية والمساعدة الادارات العمومية والخاصة وكذلك المساعدة لدى المصالح الاجنبية اكيد اذا يعني نعرف احنا لما تعلم الادارات عن طريق استشارة لم يربي دير مع اي ادارة. اه هذي فيما يخص يعني اه رسمي. لكن لما نشوفه احنا في الواقع راح نشوف اه درت لكم تقريبا ملف احنا في النشاطات اللي يقوم بها اه يقوم تقدر تقوم بها لما تفتح انت اه المكتب. مثلا التسجيل في مختلف المنصات الرقمية والمواقع الالكترونية. مثلا يعني اه تسجيل طلبات اه البطاقة. اه عفوا اه قبل ما نبدأ نشرح. انا درت اه على الخدمات فيديوين. فيديو الاول هو الخدمات الرقمية والفيديو الثاني هو مختلف النماذج والاستمارات الخاصة بالطلبات والشكابي والعرائض. هنعطيكم طريقة انكم تحصلوا على جميع جميع اه الاستمارات والنماذج يعني بلا ما تروح وتشريوا اذوك الملفات لله ليكلك اه الف نموذج. ما انتك مدير بانك هنعطيك طريقك فهتجيب اه جميع النماذج وبمختلف اللغات. اذا اه نكمل في الفيديو اه تسجيل الطلبات مثلا البطاقة الذهبية طلبات السوق والباردية زياد خدمات تغيير مثلا العنوان او رقم الهاتف. يعني هذا فيديو رح يكون اهم وطريقة راهي سهلة اليوم متوفر عندك اليوتيوب ومتوفر جوجل خاصة محرك البحث اليوتيوب. تهز هذا العنوان تقول له كيفية مثلا انا هنعطيك رؤوس اقلاء منتم بعدها تزيد تطور. انت رح تدير طلبات اه كيفية طلب بطاقة ذهبية فيديو يوتيوب. ادخل فقط الهنا موقع اليوتيوب. وكتب رح تلقى تفصيل. انا ما بريدش نطول هذا الفيديو. ما حنعطيك خطة واضحة باش تبدأ هذا النشاط وتسترزق. هذا الخدمة كان يقدمها بمبلغ عشرين الف سنتين كان يقدمها بخمسين الف كل واحد على حسب المكتب. يعني لهنا اي واحد تقدر تسجلوا. اه تسجلوا عادي. اه اه كذلك طلب السوق الباردية. كذلك تسجيلات الجامعية. يعني تقريبا هذه خدمة مواسم. تسجيلات كذلك اه كن موسم عنده خدمة انتها. تسجيلات الجامعية. الطلبة كذلك الجامعين. كذلك تستعم باليوتيوب. هذا هو الموقع انتحم. اه تدخل الموقع اه الجامعة وتقوم بمختلف تسجيلة مثلا تعلمين حاء المعروفة بلابور. تسجيل الناقلت ولا تسجيل الاولي. اختيار الشعبة. يعني جميع الخدمات الرقمية. كذلك هذه الاسعاد تحت تبدأ من عشرين الف سنتين الى خمسين الف سنتين على حسب بكل منطقة. كذلك اهم اه خدمة يعني هي صندوق التقاعد الفرنسي. يعني مختلف المراسلات اه الخاصة بصندوق التقاعد الفرنسي. يعني تدخل السيت. وكان موقع اه اكتفاقت في اه موقع جوجل اه صندوق المعاش الفرنسي. اه راح يخرج لك اه كان الموقع مغربي. موقع تحت تأمين تحت المغرب. يشرح جميع التفاصيل. يعني موقع سهل تقدر كذلك اتبحت في اليوتيوب. كان واحد داركي فيه اه ملء الاستمارات الخاصة بي اه بصندوق التقاعد الفرنسي. يعني تلقوا جميع اه التفاصيل. كذلك هذه مهمة مهمة جدا يعني نعرف انهم يديروا راميز عجور كل سنة اه في اه مختلف الوثائق يرفعوها على اه الموقع الالكتروني الخاص بصندوق التقاعد. تذلك برغانتاحة كذلك يبدأ من اه عشرين الى خمسين فكان حتى في بعض المناتق يضمون ديو حتى مئة الف اه يعني لانه يدلوا ملف متابعة في كل مرة. هذي ده صندوق التقاعد. كذلك صندوق التقاعد الجزائري. يعني كين يقدروا كذلك اه اه اي وثيقة من صندوق التقاعد الجزائر ولا ولا كذلك يدلوا يعني تحيين الملف لدى آآ يعني في آآ يعني صندوق التقاعد ولا معرفة كذلك اه تقدر اي واحد خصن لما يكونوا دي كونكور اي آآ آآ وثيقة من ضمان اجتماعي. نعفو بلي يعني عدم الانتماء ولا الانتماء. اي واحد يحتاجها تقدر كذلك اهلو من الموقع. كذلك نفس طريقة. ادخل اليوتيوب واكتب كيفية الطالب. اذا كنت نزيدون قدامكم ونشوفو. في آآ اليوتيوب. ننتظر تحميل اليوتيوب خدمات تريد تعلمها. هنا كتبت استمارة التقاعد الفرنسي. ظهرت لي هذا الفيديو. وهذا الموقع لما تضغط فقط على هذا الفيديو. راتك هنا طريقة تعبئة وارسال شهادة الحياة او اي نموذج اخر تريد العمل به. فقط يعني فقط هنا وجدير. تضغط هنا فقط في موقع اليوتيوب. تكتب اي حاجة مثلا طلب شهادة آآ عدم الانتماء او اي شهادة. مثلا استمارة المنحة المنحة. اي استمارة. يعني فقط حتى مثلا خدمة التسجيل في عدل. آآ تسلسة الترقوي. اي حاجة يعني فقط اي خدمة تقدر آآ تطلبها من خلال موقع جوجل. يعني باش ما يطورش الفيديو ما نشح نزيد آآ نكتب حواش اخرين. انه فقط تضغط على موقع اليوتيوب وراح تشوف جميع التفاصيل. اذا آآ نرجع لآ الملف الخدمات اللي آآ تكلمني عليها. هي صندوق من التقاط طمع الاجتماعي. فقط تكتب هنا في آآ اليوتيوب. وراح يعطيك طريقة لكيفية طلب شهادة الانتماء او عدم الانتماء. كذلك مختلف منحة البطلة. يعني آآ التجديد التسجيل كذلك التكوين المهاني. آآ كذلك كل ما يتعلق بالتلاميذ ووزارة التربية والتعليم. فضاء اولياء التلاميذ. آآ التسجيل مثلت الاولية السنة اولى او آآ تفعيل آآ عفوا او فتح حساب لآآ التلاميذ المتمدرسين كذلك اعادة آآ ادماج التلاميذ او التوجيه المدرسي. يعني التلاميذ هذه فئة كبيرة راح تتعاملوا معها من خلال فضاء اولياء التلاميذ. وكذلك بعض الاساتذة ما يعرفوش يتعاملوا بآآ موقع فضاء الاستاذ كذلك تقدر تشوف في اليوتيوب يوجد شرح لكذلك الاستاذ يقدر يطلب يعني مختلف الوثائق تعمل من خلال فضاء الاستاذيني. حتى اذا كان يعرف تلقى ما عندوش آآ طابعة له هنا هتتعامل معهم وطبع لهم آآ مختلف آآ الوثائق من خلال الحساب الخاص بالاساتذة. وكذلك تقدر تخدم معهم آآ مختلف الوثائق انتحموا آآ المراجع ليحتاجوها في الخدم كما ليفيش آآ انتحمت على الاساتذة ولا كذلك تطبع لهم مختلف الاستمارات وليسيجي يعني الامتحانات. هنا لازم كذلك هذه الصفة اكيد نذكرك فقط بالسرية التامة في مختلف طلب في مختلف الوثائق يعني لازم تكون عندك آآ يكون مكتب يعني عندك خصوصية آآ محفاظ على معلومات الزبائن ولا العملاء انتعك. كذلك تقدر خدمة التسجيل في اللانات اللي هي لونساج سابقا كذلك عبر التسجيل الالكتروني وكذلك في المقاول الذاتي وكذلك آآ ظرائب آآ دوموندي لهم لسيفان وكذلك مختلف الوثائق عبر الموقع الالكتروني الخاص فقط بالضرائب كذلك شهد السوق العدلية يعني ان هذه افكار آآ افكار آآ تعخدمات يعني آآ متنوعة. هنا مثلا موقع وزارة الداخلية كذلك فيه مختلف الاستمارات الخدمات نتحم كما الاستمارات هنا آآ طالب رخص مثل الكاتب العمومي اذا واحد كذلك بغير يفتح كاتب عمومي كذلك هذ الموقع بوابتك هنا هذا كذلك مرجع شوفوا كما هنا تدير هنا الفئات اي قطاع راح تلقى آآ خدمات الكترونية طلب الحصول على بتاقة التعريف الوطنية اللي هنا دلو الخدمة تضغط فقط على خدمة متابعة الطالب تحميل صورة بيومترية قراءة آآ بتاقة التعريف الالكترونية يعني انت لما يجيك فقط اي واحد تطلب خدمة اكتبها في جوجل لاحي يعطيك موقع الخاص بها رخصة سيقة البيومترية آآ اي اي وثيقة يعني تقريبا آآ تقديم الشكاوي آآ مختلفات سكن والعمران التربية والتعليم العمل والتوظيف بيئة وزرعة بناء الريفي السكن ترقوي المدعم اي علاقة بالرغم ناحية تلقى ناس دا الفيديوهات في اليوتيوب تلقى الشرح آآ جرب المرة الاولى ثم آآ توكل على الله يعني ابدأ اخدم مع العملاء يعني آآ خدمات آآ كثيرة كثيرة للكاتب العومي يقدر يقوم بها حاليا قلت لكم كان لي آآ العملاء انتاعك وللي كريون انتاعك كان لي يعرف وما عندوش تلقى وما عندوش سكانير باش يدير وثائق تاعه ولا ما عندوش الوقت كان لي ما يعرفش هذا كنت كذلك تقوم له بهذا المهام يعني راه فيها خدمة آآ في هذه الخدمات ايضا هذه الخدمات الرقمية اللي تكلمنا عليها آآ اليوم وفي الفيديو الموالي راح نزيد ونشوفوا الخدمات المهمة لآآ كذلك المرسلات وآآ الطلبات للعرائد القضائية كيف كذلك نكتبوها والسلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة